السؤال ده مش هأجله السؤال ده سواء عندك بنتين او ولدين او اي حاجة الاب لما بيجي يشتغل كده والدنيا تماما يقول لك اشتري شقة للواد فقال عنده ثلاث ولاد فنقول لا يا عمل حاجة ما تجيبش شقة للواد ليه ما وفي ثلاث ولاد في ولدين تانيين هيبقى في تمييز قال لك لا امان عندي ثلاث شقة هكتب لكل ولد شقة دي حلال ولا حرام دي حلال ان اسمها هدية الاب لابنائه بس ما يمييس من الابناء فهي عندها شقتين هتكتبها لبناتها هي ما عندهش ولد طبعا فاخوتها يقول لا لا انت كده بتحيمينها من المراس ليه كده ست سالوة لا دي اسمها عطية الام لبناتها اقول كلام كمان على ضمنتي الاب او الام اللي عندهم بناتهم ما عندهمش سبيان واخوته هيريثوا في ليس هناك ما يمنع ان الشقة بتاعت بابا اللي قاعد فيها او الفيلة اللي بتاعت بابا اللي قاعد فيها يكتبها باسم البنات الشقة بس مش الفلوس والعربيات الشقة بس يكتبها باسم البنات عشان دمك اسمه دار السكنة فلو سابهم من غير دار السكنة هيتشردوا ولو حد ويرس معهم في دار السكنة هيتردهم يبقى دار السكنة يجوز للزوج او الاب يكتبها الابناء او بناتو دار السكنة بس انما الرصيد اللي في البنك يفضل زي ما هو يتوزع على الورثة عادي والعربيات تفضل زي ما يتوزع على الورثة عادي طب انا عندي عمارة حضرتك اكتبها لكل لبناتي بقى لا برضو لا تكتب لكل بنت او كل ولد شاء وما تبقى ميراث طب ليه بقى كل بنت لان دي اسمها عطية اب وعطية الاب لا يراجع فيها احد بشرط الا يميز بين الابناء فيه اب كده يقولك ايه انا الوادي البكري هجوزه فيقوم جايب له شاء ويشطبه له ويفرشه له ويجي على الوادي التاني يقول له مع نفسك انت ليه يا بابا مصلي ده كان اول فرحتي لا مفيش ده كده الاب فرق بين الابناء لكن ما قدرش يقول له اللي انت عملت ضغط برضو بالمناسبة لكن يجي اب يقولك ايه انا هجوز كل ولادي فهجيب لي ده شاء والده شاء والده شاء ويجي اسأل لي يقول لي هو انا كده غلط عشان موضوع الميراث ما دومت عدلت بين الابناء